خلال الفترة اللي فاتك جالي نفس الخبر ده ونفس البص ده من اكتر من حد سواء من اهلي او من اصحابي او من متابعين القناة كل الناس خايفة بعد الخبر اللي بيقول ان لقاح استرازينيكا اللي هو بتاع الكورونا بيسبب الوفاة بسبب جلطات الدم فهل الكلام ده صحيح ولا مش صحيح وخصوصا بعد اعتراف الشركة نفسها هل الموضوع محتاج اضاحة اكتر ولا خلاص ناخد الخبر مسلم به طيب مين الناس اللي حصل لها الجلطات او مين الناس اللي عرض ان يحصل لها الجلطات دي وتؤدي ان هي تسبب لها مشاكل فعلا وازاي اعرف هل انا من الناس دي او مش من الناس دي كل الكلام ده ان شاء الله هوضحها لحضراتكم النهاردة في خلال حلقة كابسولة صحة في الله بي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات كابسولة صحة الخبر اللي حضرتك شفته هو خبر حقيقي فعلا وشركة استرازينيكا طلعت قالت يا جماعة ان اللقاح بتاعي بيسبب تجلط في الدم مع نقص في عدد الصفايح الدموية مبدئيا انا مش جاي نهاردة اقول لحضرتك هل اللقاح استرازينكا بريء ولا مش بريء وبرضو انا مش جاي اقول لحضرتك هل اللقاح بتاع الكورونا من الاساس صح او ان هو غلط ولا جاي اوضح لحضرتك هل هي مؤامرة او مش مؤامرة انا بوضح لك حاجة علمية فقط خليني الاول اقول لحضرتك ازاي التجلط بتاع الدم بيحصل حضرتك انت عندك الصفايح الدموية اللي موجودة اللي هي بتسمى بالانجليزي البلتلت او البي ال تي عشان لو حضرتك جبت تحليل صورة الدم وحبيت تبص على الارقام بتاعتها الصفايح دي لو بدأت ان هي تلزق في بعضها بالمعنى البلدي بتاعنا او ان هي تتماسك مع بعضها بتبدأ تكون جلطات يعني حضرتك لقدر الله لو ايدك اتعورت او حصل عندك جرح بيبدأ يتكون عندك زي اشرة كده او اللي هي التجلط اللي احنا بنسميه ده عشان الدم يقف وما يحصلش نزيف مستمر كلما كان عدد الصفايح الدموية كتير كلما كان التجلط سريع وركز في الحتة دي لانها مهمة جدا يعني معنى كده ان الناس اللي بيحصل عندها نقص في الصفايح الدموية بيحصل عندها نزيف ده في العادي صح ولكن في الحالة اللي انا جاي كلم حضرتك فيها النهاردة اللي هي الحالة بتاعة التجلط اللي بسبب الباكسين وبسبب حاجة تانية مشهورة جدا اللي هي الهيبارين والهبارين ده اللي حضرتك متعرفوش ان هما اصلا بيدوه عشان يمنع التجلطة يعني الناس اللي عرض انه ممكن يحصل لها جلطات بعد العمليات او الستات الحامل او شخصة حتى في حال التوارئ بيدوله الهبارين عشان يمنعوا الجلطة فتخال بقى ان الهبارين نفسه اللي بيمنع الجلطة ده ممكن يسبب جلطة مش بس كده ده بينقص عدد الصفايح الدموية يعني الطبيعي انه هو لما ينقص عدد الصفايح الدموية يحصل نزيف لا ده بيحصل جلطة ده بالزبط اللي البكسين بتاع الكوفيد 19 بيعمل طب الكلام ده بيحصل مع كل الناس لا طبعا لان ده بيبقى حاجة مناعية اصلا من جسمك اللي هي بنسميها المناعة الزاتية او امراض المناعة الزاتية وده صعب جدا اصلا يتحكم انت من الناس دي او لا ما تعرفش لان الحاجة دي بتكتشف لما بتحصل المشكلة وليس قبلها بمعنى ان جسمك بيكون اجسام مضادة ضد الصفايح الدموية اللي موجودة عندك او ضد عامل معين من الصفايح الدموية اللي هو بيمنع التجلط فبالتالي اللي موجود فقط اللي بيعمل التجلط وده اللي اكتشفوا ان لقاح الكوفيد 19 بتاع شركة استرازينيكا او شركة جونسون اند جونسون لان الاتنين دول معتمدين على نفس التقنية في تصنيع لقاح الكوفيد 19 اللي هي بيسموها الفيكتور يعني فيكتور يعني ايه بمعنى صح هم بيجيبوا فيروس اسمه القدينوفيروس فيروس ضعيف كده ويبدأ ان هم يحملوا لك عليه اللقاح اللي هم عايزين يدهو لك عشان ينشطوا جهاز المناس فهم اتهموا القدينوفيروس ده ان هو وراء الموضوع ده الى الان مفيش حاجة واضحة بتقول ازاي الكلام ده حصل ولكن في نتايج بتقول ان الكلام ده فعلا بيحصل طب بنسبة قد ايه 2.6 من 10 لكل 10 ثلاث شخص بعد الجرعة الاولى ولكن بعد الجرعة التانية الرقم ده اقل بكتير انا خدت لقاح استرازينيكا من سنتين او من سنة او من ثلاث سنين هل يا دكتور انا عرضة ان انا ممكن يحصل عندي المشكلة دي لين اقول لحضرتك اتطمن وما تخافش وده اللي انا جاي اقوله لك النهاردة في الفيديو لان الى الان الى الان وده الكلام العلمي المثبت ان المشكلة اللي بتحصل بسبب اللقاح بتحصل من اليوم الرابع للفاكسين الى اليوم الـ 42 للفاكسين فقط بعد ما تاخد جرعة الفاكسين وليس بعدها بسنة ولا بعدها بسنتين ولا بعدها بثلاث سنين ولا مثلا عندك حد قريبك حصل له مشكلة جلطة فتقول ده بسبب الفاكسين الى الان الكلام ده مش صح اللي حصل وبيحصل وده على فكرة موجود من زمان زي ما قلت لحضرتك مع الهبارين موجود مع لقاحات تانية دي حاجة وارد جدا ان هي تحصل مع اتنين وستة من عشرة لكل عشر تلاف شخص حضرتك دلوقتي واخد اللقاح من سنة ومن سنتين ومن ثلاث سنين ما تقلقش لان انت خلاص عديت مرحلة الخطر ان شاء الله طب ايه الاعراض اللي ممكن تحصل مع الشخص اللي بيحصل عنده المتلازمة اللي هي اسمها التي تي اس او سرومبوتك سرومبوسايتوبينيا يعني ايه الكلام اللي انا قلته ده بالانجليزي سرومبوتك ده يعني نقدر نقول تجلط سرومبوسايتوبينيا يعني عدد صفايح دموية قليلة يعني حالة تجلط مع عدد صفايح دموية قليلة الشخص ده بيحصل عنده مشكلة في الكلام او في النطق نفس اعراض الجلطة بالزبط يحصل عنده مشكلة في الكلام او في النطق يبدأ يحصل عنده مشكلة في الرؤية يحصل ان هو بيشوف الحاجة اتنين او بيحصل عنده سماها البلارد فيجين يعني رؤية ضبابية مش واضحة الشخص ده يبدأ يحصل عنده صداع شديد يبدأ يحصل عنده حالة من الترجيع يعني هي تقريبا نفس الأعراض بتاعة الجلطة العادية هما بقى بيبدأوا يعرفوها عن طريق أن هما بيعملوا أشعة اللي هي الـ CT أو أشعة الكمبيوتر يعني أو التصوير ده بيبدأوا يعملوها على المخ وبدأوا يعملوها على أعضاء بتاعة الجسم واخد بالك بقى من حاجة أن هي مش بيتيجي في المخ بس دي ممكن تيجي في أي مكان في الجسم ممكن تيجي في الجهاز الهضم ممكن تيجي فيه اللي هو الشريان المؤدي إلى الرئة ممكن تيجي في المخ أي عضو من أعضاء الجسم ممكن تيجي في الرجل فأي عضو من أعضاء الجسم هو معرض للجلطات اللي ممكن تحصل بسبب المتلازمة اللي هي اسمها TTS اللي هي بتيجي ممكن من الباكسين وممكن من دوة زي الهبارين والحد هنا وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة أتمنى أن أنا أكون أفضت حضراتكم كما أتمنى أن أنتم تشاركوا الفيديو مع أحد تاني يكون خايف وحابب يتطمن أو شخص تاني ممكن يكون مقبل أن هو ياخد اللقاح لازم يكون عارف الكلام ده شكرا أن نشوفكم إن شاء الله الحلقات الجاعة على خير السلام عليكم